مع تنامي قطاع الانشاءات باعتباره ثانية أكبر القطاعات التنموية في السلطنة ودعما لقطاع اللوجستيات افتتح معرض عمان للبنية الأساسية في نسخته السادسة لهذا العام برغم أن هناك بعض الآن الصعوبات في الأعمال الانشائية الجديدة إلا أن العدد الذي شاهدناه يعكس لا زال هناك ثقة في السوق العماني وفي الاقتصاد العماني أن تكون هناك أعمال مستمرة في قطاع الانشاءات وكما تعلمون أن السلطنة ما لديها الآن من مشروعات قائمة هي تمثل حجم كبير جدا من الأعمال تستطيع أن توفر العديد من الفرص المعرض يستمر على مدى ثلاثة أيام بالمبنى الجديد لمركز عمان المعارض والمؤتمرات تشارك فيه أكثر من مئتي مؤسسة محلية وعالمية عرض خلاله أحدث التقنيات في مجالات البناء والتشييد والمباني الصديقة للبيئة وأجهزة الدعم اللوجستي والمعدات الثقيلة والخفيفة بالإضافة إلى مشاريع السكك الحديدية والمطارات تأتي مشاركتنا في هذه السنة في ظل كثير من المشاريع الموجودة بالسلطنة وتعد هذه المشاركة يعني مشاركة أساسية خاصة مع وجود كثير من الشركات القنبية فرصة كبيرة جدا لمشاركة الشركات البريطانية في هذا المعرض ونحن نرغب في دخول أسواق الشرق الأوسط عبر بوابة السلطنة التي حصلنا من خلالها على تسهيلات كثيرة ومنذ انطلاقه عام 2011 يعتبر معرض عمان للبنية الأساسية داعما أساسيا للتنمية الاقتصادية في السلطنة في مجالات البناء والتشييد مع التوجه الحكومي لرفع كفاءات اللوجستيات وإقامة المواني وتشييد المطارات والمناطق الصناعية ما جعل من المعرض أحد أهم المعارض البنية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط نعتقد أنه مثل هذه المعارض تمثل منصة مثالية لإلتقاء أصحاب القرار والمستثمرين سواء كان الأجانب أو المحليين للاستثمار في السلطنة أو الحصول على وكالات أو تمثيل تجاري هنا في السلطنة ويمثل المعرض وجهة مثالية للمقاولين والمطورين وأصحاب العلامات التجارية العالمية لعرض منتجاتهم في مختلف المجالات الصناعية واللوجستية وسيعمل هذا المعرض على جذب الاستثمار الخارجي إلى السلطنة كما سيعمل كذلك على جذب السياحة الاقتصادية من مختلف دول العالم من المبنى الجديد بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة العرفان أحمد بن راشد الهنائي مسقط ترجمة نانسي قنقر